السلام عليكم واهلا بك في فيديو جديد يا صديق. تعايزين نتكلم النهاردة على الجزء التاني او الشق التاني من الفيديو اللي كنا عملنا قبل كده وهو اتمرن مع يوم الصدر ولا بايسبس. خد بالك يا الفكرة مش اوي. الفكرة ان دوت مجرد مدخل بيخلينا نتكلم عن بعض المفاهيم وراء جدول التدريب بتاعك. عن بعض المفاهيم وراء اختيار التمامين بتاعك. النهاردة هنتكلم عن ثلاث حاجات بالاخص يعني يخلك تعرف هتتمرن بايسبس ولا تايسبس مع يوم الصدر بتاعك. وطبعا على العكس مع يوم الضهر. فانت لو اتمرنت تايسبس مع الصدر النهاردة. لما تجي تلعبها هتتمرن البايسبس والعكس كذلك. ثلاث حاجات هيخلك تعرف تتمرن دوت ولا دوت. وكمان اخر حاجة اؤكد لك ان انت عمرك ما فكرت فيها وعمرها ما جات في بالك ولا خلتك تقول بناء عليها ازا كنت هتتمرن بايسبس ولا تايسبس. كلام مهم جدا. يلا بينا نبدأ في الفيديو. اهلا بيك من تاني. خلينا ندخل العطول في الكلام ونقول ان اول حاجة عايزين نتكلم عليها النهاردة تخلينا نروح احنا ازا كنا هنتمرن بايسبس ولا تايسبس واحنا بنلعب يوم الصدر وهو التغذية بتاعتنا. التغذية بتاعتنا كافية ولا لا? اليتامرين عضلطين ولا لا? هل التغذية بتاعتي كافية ان انا بعد ما مرنت الصدر ويجبت اخره ان انا ادخل بايسبس عضرة فريش لسه فهتمرنها بالقوة كافية ولا مجرد ان اسخن التغذية بتاعتي كافية ولا لا? هل التغذية بتاعتي هتديني اه تاني حاجة وهي الانيرجي او الطاقة. هل عندي طاقة ان ادخل عضلة كاملة او ادخل عضلة من اول وجديد اللي هي البيسبس ولا مجرد ان اسخن التويسبس فهنا التغذية بتاعتي رقم واحد رقم اتنين الطاقة بتاعتي قاعدتين لكن بيشتركوا وبيسمعوا على بعض تمام? التغذية بتاعتي لو كافية لو باكل بروتين كويس باكل اصلا اكل كويس ماشي على ضاية محسوب اه متتبع اه غزائي دنيا وعاية تمام باكل كويس في فترة بلكنج مثلا ففي الحالة ديت اوكي ما فيش مانع ان انت مع تمرين الصدر تدخل عضلة فريش هتمرونها بقوة وهتمرونها باوزان وهفرتك الالياف العضلية بتاعتها فهقدر ان انا اعمل للعضلتين تمام? لكن لو التغذية بتاعتي ضعيفة الدنيا بتاعتي معي مش احسن حاجة مهتمة اكتر على او على مصادر اللي هي قليلة الجودة شوية اللي هي بتكون من المصادر النباتية اه شوية التغذية بتاعتي مش ماشي على ضاية محسوب ومزبوط لا في الحال ديت سخن بس معاك وكفاية كده بلاش تضم عضلتين في نفس اليوم عشان تقدر تعمل منهم عشان تقدر تشوف نتايج وتاني حاجة اللي مسمعة معاها وهو الطاقة الطاقة بتاعتي كافية ولا لا انها تمرن عضلة فريش لانها لما بلعب الصدر فانا شغال معي بصورة جزئية لما اجي اسخنها اسخنها مجرد تمرينتين او تلاتة فقط لكن على عكس لما يجي العب لأ دي عضلة فريشة لسه جديدة فاتمرانها اربع تمرين وزي ما قلنا قبل كده في الفيديو اللي فات في الحالة ديت ممكن تكون تمرينة اساسية للدراع مش مجرد تسخين ليوم الدراع وبعدين لأ ممكن تكون تمرينة اساسية للدراع فانا ممكن اتمرانها يوصل معي الخمس اشكال تمرين بس فهل عندي كافية وطاقة كافية اننا اتمرن تمرينة يعتبر شبه تانية او يعتمر شبه مسلا حوالي نص ساعة اقل حاجة عشان تاخد خمس اشكال اقل حاجة نص ساعة فهل انا عندي كافية للنص ساعة بتمرين باوزان لان انا اتمرنها فعلا بقوة ولا لا دوت اللي هيخليك تحدي ازا كنت تتمرن فاتسخنها مجرد شكلين لتلاتة ولا ان انت هتتمرن تمرينة كاملة تديها اربع خمس اشكال تمرين زي ما قلتك كمان خصوصا لو هي تمرين اساسية اخر حاجة وهي اللي انا متأكل انه ما مجرتش في نية قبل كده اشكال التمرين بتاعت البنج او بتاعت الصدر بتاعتك الاشكال بتاعت التمرين بتاعت طيب ده هيفق معنا في ايه? ده هيفق. لما تكون معتمد اقتر على تميين التفاتيح او تميين الفلايز فالحالة ديت انت مش قوي مشغل عضرة هقولك على حاجة تاني. انت دلوقتي وانت بتبفس ايه العضوات اللي شغلة معك? والشلدة والانتبادلتويد العضرة الامامية طيب وانت بتفتح بتعمل هل بشغلة معك? لا انا ما بزوقش اصلا. يعني مسلا ايه الفرق بين او ان نلعب متوازي وان نلعب كابل في او نلعب تفتيح على الكابل من فوق لتحت. ايه الفرق? الفرق ان انا في تمارين بشغل معي يعني طبعا في فرقات تانية كتير. دوت فرق من ضمن الفرقات هو ان انا في التمارين المتوازي بشغل معي فانا لو اريد هتمارن وهسخنها معي اختار تمارين فيها هاختار تمارين فيها دفع شوية. طبعا انا بتكلم عن معظم التمارين. يعني مسلا هطمان خمس تمرين للصدر. ممكن تلاتة فيهم تلاتة فيهم دفع شوية لان انا اوصد ان انا اشغل معي لان هيجي في الاخر هديها مجموعتين وخلاص. فهم قصدي? هسخنها وخلاص مجموعتين كده. ويبقى انا زي اخدت لها نص تمرينة وبالما يجي يوم الدراع. تمام? في على العكس ان انا لو لو انا هدفي او يعني انا منظم ان انا حاطة تمرين مع الصدر. مش هعتمد قوي على لان انا مش عايز اشغل اعضاء الترايسبس معي. لا هلعب تفتيح. هما لا هلعب تفتيح عضلات الترايسبس مش شغالة معي. بل بالعكس في بعض التمارين التفتيح بتاعة الصدر. عضلات هي اللي بيكون العضلة المساعدة طبعا بالنسبة قليلة لكن بيكون هي العضلة المساعدة معي. التمارين اللي انت بتختارها لي يوم الصدر او لتمرينة الصدر بتاعتك. هل هي اكترها ولا اكترها لو اكترها يبقى اشتغلت بصورة شوية معاك فارهقت شوية. فانت لو ديتها تمنتين انت كده عملت معها الواجب في يوم تسخين مش تمرين اساسي. ولو حاطة لو حابب تتمرنها تمرينة اساسية تبقى يوم تاني خالي. لكن لو بتشتغل تمرين اكتر في تفتيح في يوم او في تمرين الصدر بتاعتك. في الحالة دية الترايسبس مش شغالة اوي معك. فلحت لو تمرنتها هتبقى تمرينة اساسية. هتبقى تمرينة اساسية تتمرينها تلت اشكال لاربع او خمس اشكال بيكون تمرينة اساسية. والبايسبس برضو بيكون معك الى حد ما. فبرضو لو تماما انتظر تلت اربع او خمس اشكال بيكون مفيش فرق بين الاتنين او بتعتمد على ان عضلة الترايسبس عضلة آآ الثانوية معاها. تمرين مش بتعتمد على ان عضلة الترايسبس من ضمن العضلات الصينوية معها. بس كده اتمنى انت تكون آآ تفتحت لديك بعض آآ الطرق للتدريب. تفتحت لديك بعض آآ الطرق اللي انت بناء عليها بتختار التمرين بتاعتك. علشان يكون تمرينك اكثر فعليا. لو لك صديق جماوي آآ ممكن تشارك مع الفيديو. اتمنى ان انت تكون نساً بتاعته وستفدت به. اشوفك ان شاء الله في فيديو جديد. وما توفيقه الا بالله عليك وكانتوا لي. اشتركوا في القناة